القيادي في كتلة الأحرار عبدالهادي فأكد وجود خلافات كبيرة بين أطراف التحالف الوطني من شأنها انهاء صورة التحالف السابقة مشددا على أن التحالفات الطائفية لم تعد مجدية للعراق التحالف الوطني لا أعتقد هو نفس التحالف الوطني السابق في السنوات الأخيرة هناك انقسام مواضح في أكثر من طرف مهم في التحالف الآن الخلافات كبيرة داخل حزب الدعوة وكذلك الآن في الآونة الأخيرة تردت أنباء عن وجود خلافات داخل مجلس الأعلى الحقيقة نحن كتلة الأعلى لا يهمنا ماذا يحدث في هذه الكتل لكن أنا أعتقد أن قضية التحالفات السابقة غير مجدية وغير نافعة يجب أن نخرج عن الاصطفافات والتحالفات الطائفية يجب أن نذهب إلى الفضاء الوطني بتحالفات حقيقية تجمع كل المكونات العراقية